بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عامل دوشة جمده هناك في الحقيقة انا خايف لحسن يتعرض للاغتيال وواضح ان الجماعة بتعجيش دول مش نوين يقبوها لبر الخلاصة اجتمع عمران خان مع قائد الجيش اللي هو هيسيب الجيش قريبا جدا اسمه قمر جويل على ما اعتقد وهذا الرجل يعني ما طلعش هو عايز ايه من عمران خان وبيكتمع معاه بمناسبة ايه عمران خان الوقتي خارج السلطة وانت بتجتمع مع واحد يعني حزبي بينما انت المفروض ولا اكل الدولة هي ايه الحكاية وده عايز ايه والقصة هناك بتدور ازاي والافاعي بيخططوا ايه ده اللي هنقوله مع بعض فخليك معايا الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي بعد اجتماع عمران خان مع قائد الجيش خرج عمران خان وبعد كده الصحفيين سألوه ايه اللي ظار بينكم قال لهم للأسف انا مش عايز اجذب عليكم وما اقدرش اقول لكم الحقيقة في نفس الوقت طبعا واضح انه قائد الجيش عايز يعين القادة او مكانه القائد اللي هو يختاره عشان يضمن ان هو سيطر على الجيش بعد الخروج من الجيش او على الاقل يضمن ان القائد اللي جاي يتسطر على الفضائح والاختلاسات اللي هو عاملها او ربما يكون الموضوع على فكرة اكبر من كده باختصار الوقتي الجيش بيلعب بالقضاء الباكستاني زي ما كان بيحصل في مصر بالضبط وكل ما عمران خان يرفض لهم طلب يسلطوا عليه القضاء ويفتحوا له ملف قضية ويتهموه ويصدروا قرار باعتقاله والامور دي وهو مش سائل وما حصلش اعتقال عليه ولا مرة والامور يعني واضح انه هو يعني عمران خان مش سكت لهم وواضح انه هو عظماية جملة انا عارف ان عمران خان ما هوش اسلامي لكن بلأ ياخد الاتجاه الاسلامي الوقتي ربما بياخدوه عشان يدعم نفسه في الانتخابات لانه هو حزب نواز شريف نفسه وشهباز شريف ومريم بنت نواز كلهم بيقولك احنا مسلمين واحنا الرابطة الاسلامية مش عارف ايه وكذا يعني كلهم بيلعبوا على الوطر ده برغم انه هم خارجبين باكستان ونهبين باكستان وعملاء صرف الامريكا وبعدين بيقولك ان احنا اسلاميين هكذا بيخدعوا الناس فالخلاصة عمران خان واضح انه هو الوقتي عقبة كبيرة جدا في طريق الامريكان هناك وواضح الوقتي ان البغال العساكر في باكستان وضعهم صعب جدا وواضح ان اللي جاي اسوأ وواضح انهم عايزين عمران خان يعني يتفاهم معهم مقابل انهم يحطوه في السلطة وعمران خان مش يقبل الموضوع ده ما هو لو كان يقبل ان هو يكون ترطور او عروس مسرح ما كانوش شالو اصلا ما هم شالو اصلا ليه هم اصلا شالوا عمران خان لان هو رفض ان قادة الجيش يختاروا نفسهم او يعينوا نفسهم وقال ان دي مهمة رئيس الوزراء ومهمة رئيس الحكومة وان هو مش هاسمح لهم فدخل معهم في مشاكل صلطوا عليه القضاء وصلطوا عليه البرلمان وبعد كده سحبوا من السقة في البرلمان على صوت واحد او على صوتين على ما اتذكر وطبعا اما يكون الفرق صوت او صوتين تعرف ان دي ناس ممكن اخذ اصواتها بالتهديد او اخذ اصواتها بالشراء والبيع والشراء والرشاوي يعني من هذا المنطلق انا حقيقة خايف على اغتيال عمران خان لانه العساكر كمان مش هيسكته لكن واضح كمان ان عمران خان مأمن نفسه كويس وواضح ان هو عنده حراسة كويسة وكده يعني ان شاء الله ربنا يسطل علينا وعليه من كثرة القضايا اللي قات على عمران خان يا سيدي ان هو يعني تكلم ساخرا فقال ايه قال ما بقي الا ان يتهمونني باني اننا بغمس الخبز في الشاي لان عندهم عادة في باكستان كلا ان هم يكلوا الشاي يشربوا الشاي بخبز بيغمسوا الخبز زي الفين والشاي في مصر كلا عادة منتشر على فكرة في اكثر الدول العربية فالقلاصة واضح ان هو اختار التحدي وواضح ان نهاية العساكر في باكستان قريبة جدا ونهاية النفوذ الامريكي هناك وده هيخلي امريكا تركع اكثر للعالم الاسلامي وهيقوي التحالف الاسلامي التركي اللي هو شغال هنا وهناك وهيخلي باكستان تبقى تهديد كبير لايران من الخلف هيقلص نفوذ ايران زي ما قلتلكم قبل كده ان العساكر ادمنوا شرب دماء الشعوب خلاص مش مكتفيين وبعدين نظرا لان هم كمان عاملين كوارث ومصائب وسرقين ونهبين وقتلين هم لا ينتظرون ابدا ان حد هيعفو عنهم فالحل الوحيد للعساكر من وجهة نظرهم هم ان هم يبقوا في امان ان المجرم فيهم اللي يكبر في السن لازم يسلم القيادة الى مجرم اصغر منه عشان يتسطر عليه وتمشي العملية بهذا الشكل عشان ايه عشان يضمن ان هو يفلت من العقاب في الدنيا لكن حتى لو فلت من العقاب في الدنيا يويلوا من الله سبحانه وتعالى زي ما قلتلكم يا جماعة العساكر في بلاد المسلمين كلاب حراسة مش اكتر من كده هم دي وظيفتهم الاساسية والغرب بيدعمهم على هذا الاساس يعني في وقت السلم بينهبونا ويسرقونا ويغلوا علينا الاسعار وفي وقت الحرب ويسخنونا ويقولك المقاومة الشعبية وشرف البلد ومش عارف ايه وبعد كده ياخدوا الشباب المتحمس يلقوا به الى رحل معركة وميروحوش يحربوا برغم ان هم بيقولك ان احنا بنحميكم مش عارف بيحمونا ازاي دول ان كنت انتوا في السلم بتسرقونا وفي الحرب بتهلكونا يبقى بتحمونا ازاي في الحقيقة انتوا بتنهبونا وبتشربوا دماغنا مش اكتر من كده ان شاء الله باكستان هتكون قوة كبيرة للاسلام والمسلمين انا طبعا عارف ان الدول دي كلها في النهاية هي علمانية لكن انا اقولك نواة الدولة الاسلامية زي ما انا بتصورها هتبدأ بدول علمانية مستقلة حرة فيها انتقابات حرة وبعد كده الشعب هيختار حكومة هيختار مينة هيختار الحكومة الاسلامية طبعا ويختار الاشخاص الثقات اللي عندهم توجهات اسلامية ولو يختار الاشخاص دي ايه اللي هيحصل كل ما تيجي حكومة اسلامية هيخترحوا على الناس تغيير الدستور وتغيير القانون لحد ما تبقى ايه دويلات اسلامية وبعد كده تبقى الولايات الاسلامية المتاحلة او الامارات الاسلامية المتاحلة أو يعني شيء من هذا القبيل بتخيلها اتحاد كبير في الدفاع المشترك وفي السياسة الخليجية المشتركة وفي حتى الثروات الأمور دي لكن هتكون لا مركزية في مسألة الحكم هنا وهناك عموما موضوع سابق لأوانو مش عايزين نخوض فيه الوقت اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم